السلام عليكم أخباركم ويمنورين معايا دايما بسع بكم في كل وقت وفي كل أوان الحقيقة أنه في مشكلة واضحة جدا في نادي الزمالك فيما يخص خط الدفاع أن الراجل عاوز مدافع من الراجل ده؟ فرير فرير عاوز يا جدع عاوز مدافع ومهاجم قد تكون مشكلة المهاجم محلولة آه قد تكون مشكلة المهاجم محلولة ليه محلولة؟ عشان زكري الورد مش هنتكلم على الموضوع دلوقتي لكن أنا بتكلم على رغبة المدير الفني اللي ينادي الزمالك إنه يبقى عنده مدافع جديد إيه الحكاية؟ آه قبل ما نتكلم في الموضوع لازم نعرف إن الزمالك عرض على الراجل حاكتين إن محمد عبد السلام المدافع اللي كابير عفلت حد سكنداري ولاعب دادي الزمالك اللي كان في قبيل النظر يرجح يدخل للقايمة أو إن محمود شبانة يتم إلغاء العرب بتاعته من سموحة ويرجع هو كمان لللحظة دي لللحظة الحمد الكلمة فيها ممكن بعد شوية حاجات تانية لللحظة دي الراجل لم يبدي موافقة برضو مين الراجل؟ فريرة فريرة موافقش حتى هذه اللحظة على الاقتراحين اللي قدمهم أمير مرتضة فيما يخص إيه؟ مركز المساك إنه يدرجى بحقب السلام أو محمود شبانة الراجل ما قالش آه؟ وما قالش لأ هو طالب مدافع تمام؟ يعني إيه؟ أقول لك بحقب السلام كان أصادر المسلم كله السنة اللي فاتت وحطوا في قبلة الانتظار ما كانش فرق معا محمود شبانة كان أصادر المسلم اللي فات برضو وشافه ومع ذلك وافق على إعارته آه معنى الحكتين إن الراجل مش راضي عن المستوى ليه؟ لا مستوى عبد السلام ولا مستوى مين؟ ولا مستوى محمود شبانة طيب ما هو بابه جيد للاحتياطه طيب ما يمكن أحتاجهم يا جدعة؟ محمود برضو خلي بالك أنت ممكن تحتاجهم؟ بس إنت عندك مصطفى الزناري ومحمود عبد الغاني وحافزة منسوس دلوقتي وحسابه عم يجيد قضي رباعي وفي محمد طارق ممكن تحتاجهم؟ بس أنا محتاج حد تاني في وجهة نظر فنية عند فريرة من ضمن الأمور اللي تم التحدث فيها إنه أسامة جلال يعني الراجل مش هقول بلسبة ما في مان له طلاب يعني وافق على إنه أسامة جلال يجي من أسامة جلال مدافع منتخب بلومب السابق ونادي امبي وحاليا هو مدافع نادي بيراميدز أيوة لكن المشكلة الحقيقية اللي وجهت الزمالك إن بيراميدز طالب فلوس غريبة في الظرف اللي إحنا فيه ده مش غريبة هي ظروف طلابات مالية غير معقولة وبالتالي بقت أصبحت غير مقبولة من دارة الزمال وعندهم مليون حق مع الشديد احترام ممتاز لعب مدافع كوي صحيح كان في قدينا نجيه من إبب 15 مليون أيام اللي هو عماد عب عزيز دي قصة تانية لكن دلوقتي السعر بتاعه بقى غالش بالدولار بيراميدز حتى دولار حتى الحكاية في الدولار يعني إيه؟ يعني طلبها حوالي 2 مليون دولار دي النهار أحمر 2 مليون دولار دا لو النهار دا اتفقنا على ما ندفع بكرة ممكن لمورة تتغير في القيمة تمام؟ فالزمالك طبعا مش عاجبه الموضوع دا ولا الرقم دا لأن دي مبالغة الكرة بتجيبي فلوس دلوقتي إعلانات وتتكلم يعني الزمالك كمشاورة قال لي إن إذاك معروض عليه 70 مليون جنيه في السنة رعاية في من الجملة؟ 70 مليون فأنت عاوز أخد 60 60 مليون في أخونا أوسامة جلال فطبعا الموضوع دا يعني الفلوس هي اللي منعت فكرة وجود أو التفكير أو التعاقد مع أوسامة جلال طيب ايدي حاجة حاجة التانية الزمالك مبارح أعلنه بشكل رسمي تمام؟ أعلن بشكل رسمي إن الإدارة قدمت طلب باستبعاد الحكم الساحة الدولي أحمد الغندور عن إدارة أي مباراة الفريق بالإضافة إلى حكم الفيديو طريق مجدش تمام؟ ليه بسبب الأخطاء التي وقعوا فيها في مباراة طلع الجيش؟ الزمالك فايز أربعة وأهضى ضرب الجزاء صحيحة ما يتعتبر خمس أهداف وأحرز هدف في طلاع الجيش تم إلغاؤه ومع ذلك يكاد يكون أحرز ست أهداف في هذه المباراة الزمالك بيطلع يقول لنا إيه؟ يقول لنا أنا مش أعاوز أحمد الغندور ومش أعاوز طارق مجدي ليه؟ عشان هدف حمزة المسلوسي وعشان ضربة الجزاء اللي في الشروط الأول اللي ما لم يتم احتسابها مرة تانية وتالتة وعشر أنا لا أثق في الأراء التحليلية الفنية الخاصة بالحكام كل حكم ليه مزاج وكل حكم وليه وجهات نظر ما فيش حاجة ثابتة وقلت بيع فيش مصطرة لا اللي بيحلل عنده مصطرة ولا اللي بيقرر عنده مصطرة طارق مجدي شايفها أفصيد يجوز طريق سامي بعد شوية يشوفها مش أفصيد ويجوز أنه أحمد الغندور نفسه لو قاعد في قط الفار يحسبها وممكن طارق مجدي نفسه اللي موجود في أرض الملعب يحسبها ما تقول ليه؟ هي الموضوع راحة جاية كده محدش فاهمك بتعوية لحكم الرائع هنا بقى هل هناك تدعيات لهذا الأمر؟ يجب أن يكون طلب الزمالك فتح باب الشكوى الموسم الفاتذك لم يشتاكي نهائيا راجل كان بركز في شغله ومنوش دعم لكن النهاردة الزمالك فتح باب الشكوى في التحكيم اللي دي الأهلي كان كل ما بيعتص يجيب بشكوى كل ما بيحصل حاجة يقوم مقدم يطلع بيان إذلك لا إذلك بتاع الشكوى تعرف أداء المحامين والمستشارين أن ورق مكتوب مش بيان طلع لي مش عارب بي فعل المنطلب مش بتاع الكلام ده تمام؟ لا بيان ولا نقوله في السوشة أول ورقة مختومة ومكتوبة وكلامها تليه شديد القوة يعني ووجهها للأجلة الأندية تمام؟ هنا دي طريقة ودي طريقة لكن طالما ما لقنا في ده كان يجب أن يتم وضع اسم كابتن محمد عدل هتقول لي ومحمد عدل عملك حاجة كزمالك؟ لا لغاية دي بقتي لكن في جزء مهم جدا لازم ناخد بالنا منه التأثير النفسي التأثير النفسي التأثير النفسي على كابتن محمد عدل أنه هو للوقت جمهوري الزمالك يرى فيه أنه أعطى ضربة جزاء غير صحيحة بالنسبة جمهوري الزمالك يا سيده ليه النادي الأهلي وإن النادي الأهلي كان عاما عليه ضغوط اسمها ضغوط الاحتواء ثم يأتي هذا المشهد فده قد يؤثر عليه نفسيا وفنيا في أرض الملعب في أي مباراة الزمالك يتولاها أو يتولى الزمالك تولى محمد عدل إدارتها للزمالك وممكن يبقى منصور حظ ضربة جزاء تحسب هنا ضربة جزاء لا تحسب هنا هدف يحسب هنا في شك وهدف هنا لا يحتسب في شك يعني إلى المنافسة للزمالك محمد عدل مثلا الزمالك وإنبي واتنين اتنين ده بس كان فيه فاول ما تحسبش قبله مش عارف إيه وجد جون أصلي كان فيه فاول للزمالك قبله وهكذا فإحنا طالما بدأنا الباب ده أولا ما نوقفش مش مرة وخلاص طالما هنشتغل بالهفوة بقولوكو ده الزمالك يعني أحرز أربعة وهدف ألغية وضرب جزاء ضوعة يعني يا سلت أهداف ومع ذلك يشتكي فطالما بدأنا الموضوع ده من يرجعش معاش ينحترامش هتقول لي هو يعني عمل إيه السنة اللي فاتت للأهلي عمل السنة دي للأهلي يا سيدي مش مش كنا يا جوز الأهلي كان بيفرش للسنة الجديدة ها ها السنة الجديدة جات الأهلي مستواهي الفني مش مرعب لكن بيقدي وبينجح ما زال لم يواجه في الدور يعني فريق ليس في أفضل حال تقول لي بس قابل الزمالك في الصبر صح فاسف مباراة قوية بس عشان بس عشان ما نطورش في الموضوع لكن ما زال لم يلتقي بفرق متمسكة حتى المحلة للبعض كان يرمي عليها التماسك لم يجدها طيب ده ياخدنا الموضوع كمان وهو امبارح أمير مرتضى طلع اتكلم عن كذا حاجة قال ايه عندنا سوء توفيق بالصابة مجموعة من اللعبين المؤسرين كانت أبرزهم دونجا والبنش وابراهيم النضاي تمام والفترة الماضية كانت صعبة علينا في التدريبات الجماعية بسبب نقص التدريب بسبب نقص اللعبين بسبب الإصابة قال ايه بقى جملة مهمة جدا وقال دي لأول مرة وهنا بقى التصريحات المزاجية يعني بالمزاج هقول لك لات يعني قال لك إبراهيم النضاي أمامه عشرة أيام حتى يستطيع المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق وقال لك إصابة إبراهيم النضاي هي قطع جزئي في وطر العضلة الخلفية قطع جزئي قطع جزئي في وطر العضلة الخلفية الراجل ده مصاب من أكتر من شهر وهو شهر يعني من أكتوبر ونوفمبر عدة وشهر ديسمبر هيعدي نصه عشان يبدأ التدريبات موخباك يبدأ التدريبات دي يعني أنه ما يرجعش فورا لسه ياخد برضو لقطة الأجواء وبتاع ما هو بتضربش أساسا هو يعني بيتعالج وبيتأهل تمام أما زاكرية الواردي فقالوا أن القصة ما قلت بعد مطش كزا وانتوا عارفينه دي خلي بالك الجزء اللي أنا هتكلم فيه هنا في الجزء بتاع المزاجية التصريحات المزاجية لأمير وهي أنا مو عنديش منع أنه موضوع خبر تعاقد مثلا خبر تجديد يتقال في الوقت اللي يريح الإدارة ده أمر مقبول جدا لكن اللي ميرايحش متبقى عندي إصابة ومصر كلها بتسأل السؤال ده هو نضاي عنده إيه وما فيش رد وقلت إن فيه يطلع بينه والموضوع ده حصل أعمى طريق حامد برضو ما عدت أقول إنه الطبيعي يبقى فيه كلام واضح على الإصابة وما حصلش طريق اللي بدأ يتكلم نرجع تاني لنفس الفكرة بس بريبا نضاي بريبا نضاي الإصابة كانت مفاجأة بحد الشي يعرف إن الإصابة حصلت باش طيب هو ليه بقى ما يطلعش يتقالينا الإصابة إيه ويه التقلمد قد إيه طبام هنا بقى ييجي موضوع المزاجي أنا مش عاوز أقول هم يعني مش فرقة يعرفها ويعرفوش مش شغلتهم مش شغلة مين مش شغلة الإعلام اللي بيسأل لقد شغلتهم يسأل أه ممكن تجاوك بجوابش لكن شغلتهم يسأل الجمهور شغلتهم يطمن فلازم تطمن الجمهور بقى لكش الإعلام ده ملوش إيمة يا سيدي لكن الجمهور أكيد لإيمة وبالتالي ما الجمهور يبدأ يتساءل أن تأتي إجابة فمالناس بدأت تسأل بقى نضاي كان قاله آخر الشهر نضاي اللي هيدخل أهو نضاي راحة أهو نضاي جاية أهو ثم ما بقاش يجي فبقى الجمهور يسأل ويضغط ويضغط اضطر أمير يجاوب ويقول لنا أن الراجل عنده إصابة قطع جزئي في وطر عضلة خلفية أنا بقى أسأل نفسي الإصابة اللي جات للوينش كانت بالتدخل بسبب التدخل القوي بتاع اللعب لنا مش فكري اسمه ده تمام؟ وحصلت الأزمة الكبيرة اللي عنده فمطش اسمه أعتقد طب إبريمان نضاي مكانش بيلعب ده بعد ولا قبل دي قصة كبيرة هنا يجي بقى التوجه اللي أنا بقوله إن أمير مرتضى في الفترة اللي جاية يجب أن يتوقف على التصريحات المزاجية بمعنى ليش بمزاجه هو يقوم بدور المدير الرياضي والمشرف العمع الكورة ومدير الكورة ودي مهام كبيرة ونعلم يقينا إن هي تاخد الأوقات تاخد من الوقت من هنا للسنة الجاية البحث عن مهاجم البحث عن حلول مالية البحث عن الانضباط كل ده شيء رائع وجميل لكن ده لا يعني إن إحنا نصرح في الوقت اللي إحنا عايزينه بالمناسبة في صحفين كتير بيبعثوا لأميرة على الواطس مش أقول بيكلموا لي وبردش على التليفونات وبيردش برضو وده برضو بيخلي مساحات من الناس تبدأ تشغل دماغها تشغل عقلها فتفتح باب للبلبلة زي زكريا الوردي زكريا الوردي بقاله أكتر من يوم غايف وإنه الكلام كان بيتقال إنه مصاب 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 وطلعش مصاب طب ليه ما نقولش وإيه اللي كان هيبنع خصوصا إنه موضح أمير التفصيل قالك إنه اللاعب بعد ماتش السوبر والجميع تحدث عن هذا الأمر وافترضنا إن الحالة مؤقتة سيمر منها ويعود مرة أخرى إنه يتحبب سورة المستوى السيئ فكرنا في استقدام أهله وقد كان ثم أصيبت والدته ودخلت المستشفى واللعب كان يغيب عن التمرين ولا يرد على التليفونات ولا الاتصالات وصل ولا يستطيع المشاركة أو يعطي الفريق أي شيء ومن ثم ما تم عرض الأمر على المستشفى مرتضاء وإلا خلاص يمشي مراعة له يعني ولا مش شعره كل ده كان بيدور واللعيبة شايفة ويرخر ما تعرفش سيبك مني خالص أنا مش عاوز أعرف يا سيدي ولا حتى من الجهور لكن اللعيبة كانت شايفة كانت فاهمة ولا مش فاهمة اتقلها ولا متقلهاش انه اللعب قالها طب ما هو بيغيب هو بحد الشارف ده بيجيش ده بيردش طب إيه الحكاية وإيه بقى ده كان بيتقائل طيب ده ياخدنا لي حاجة مهمة جدا هل الزمانك في وضع سيء؟ أبداً ولن يكون لكن اللحلة بنقوله ده وبنشير عليه غرضه ان احنا نصل بالزمالك إلى درجة الكمال ان كان طبعاً الكمال لله يعني أعلى درجة من المستوى العالش في التعامل في كل الأمور زي ما قلت ان لو فتحنا باب شاكوى التحكيم ما نقفلهاش لكن ما يبقى عندنا إصابات طويلة لازم في بيانات واضحة زي بالظبط دونجا دونجا كان بيتعامل معاك كدك دونجا خلص التأهيل دونجا دلوقتي جاهز دونجا هيدخل التدريب دونجا هيدخل التدريب أشمعنا بقى ليه نبقى مش كلل هو لازم يبقى مصطرة واحدة زي بنقول للحكام كنوا مصطرة واحدة في التعامل اللي بلازم برضو في المعلومات هو خصوصا في الإصابات الطويلة مش إصابت بقى جزع خبط يعني كادمة بسيطة هيقضي ومين أحمد فاتوح اما عرفتنا انه عنده إصابة برضو عرفتنا هيقعد قد ايه ورجع بعد ما تقل مش بيعنا بقى لكن أرجو من أمير وزي ليس هجوم على أمير وهو يعلم يقينا ان احترامي لي لكن ويعلم يقينا ان زمال كويتي ورغبتي في ان الزمالك إبقى في أفضل حال فعلى كل الأصعدة فنية وإدارية وإدارة كورة وكل حاجة لشان كده بقول ده بأمانة شديدة ومحبة الأشد للزمالك لرغبتي في أن يكونها في أفضل حال شوفكم على خير إن شاء الله في اللي جاي ودايما مع بعض السلام عليكم شكرا شكرا